كيف لأكثر من 230 جثة لرجال ونساء وأطفال بعضها مقطعة الأوصال أن تكون كلها مجهولة الهوية؟ أسئلة يطرحها العراقيون بحثا عن الحقيقة بعد تصريحات وزير الداخلية ياسين الياسري التي ادعى خلالها أن الجثة التي عثر عليها في محافظة بابل تعود لفترة ماضية وليس لها علاقة بخلفيات طائفية وأنها تعود لجرائم جنائية في مناطق متفرقة من المحافظة القوات الأمنية عثرت على هذه الجثث في مختلف مناطق محافظة بابل وليس في منطقة واحدة وأيضا مثلا عثرنا على جثث جتي الطافية في نهر الفرات إذن فهذه كلها جرائم تتعلق بجرائم جنائية تصريحات الوزير أثارت غضبا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق لا سيما أن المنطقة يجافي ما طرحه الياسري إذ أنه إذا كان الأمر كما قال فإن هناك مئتي أسرة في الأقل قد قتل أحد أفرادها ولم تبلغ أي أسرة عن مقتل أحد أبنائها أو حتى غيابه في المقابل فإن ثمت تفسيرا آخر للأمر إذ يرى سياسيون أن الحادثة مرتبط باختطاف الآلاف من أبناء ناحية جرف السخر ومحافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وإخفائهم قصرا على أيدي ميليشيات الحجد ومن ثم في أن الجثث المكتشف على الأرجح تعود لبعض هؤلاء المخفيين قصريا وقد أرادت الميليشيات التخلص منهم وإغلاق ملفهم المفتوح منذ سنوات اللافت أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي صرح مكررا ما ذهب إليه وزير الداخلية من أن الجثث نتاج حوادث متفرقة من كل أنحاء بابل في حين هدد بعض النواب بالسعي لعرض هذه الجرائم على المجتمع الدولي إذا ما عجزت الحكومة عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في المحصلة فإن حكومة عبد المهدي مسؤولة في كل الأحوال فهي إن كان وزير داخليتها صادقا مسؤولة أولا عن أمن المواطني أي كان دينه وانتماؤه وعرقه كما ينص الدستور الذي أقره ثم هي مسؤولة عن كشف الغموض عن هويات أصحاب الجثث المكتشفة وتفاصيل الجرائم التي قتلوا فيها كما أنها مسؤولة عن إجلاء الحقيقة بشأن مصير ما يقرب من 15 ألف عراقي اختطفوا خلال السنوات الخمس الأخيرة على يد القوات الحكومية وميليشيات الحجد ولا يعلم حتى الآن مصيرهم مسؤولية حكومية لا شك في أن التقاعس عنها مشاركة في الجريمة